لو بتتكلم على تركيز الشناوي وقتاله خلال هذه المباراة والهدوء اللي كان ليه عامل كبير جداً إنه هو يقدر يشتغل مع مجموعة المدافعين اللي قدامه سواء ياسر إبراهيم ما رامي ربيعا أحمد فاتحي علي معلول وسط الملعب حتى متولي والسولية وأليو ديانج رجولة معلول ورجولة فاتحي الاتنين النهاردة أنا عايز أقول شالوا حمل كبير جداً لأن فريسان دونز من الفرق اللي بتلعب دايماً على الأطراف قدروا يشتغلوا بشكل جيد جداً في موضوع الأطراف وقدروا قدر الإمكاني يقفلوا هذه الجزئية ولو بتتكلم على عامل السن الاتنين النهاردة قدروا يعملوا مباراة كبيرة جداً وأثبتوا إنه عمر كرة القدم مكان معيارها هو السن لا العطاء في الملعب أحمد فاتحي من اللعيبة اللي مهما اتكلمت عنها مش هنقدر نوفيها حقها أحمد فاتحي لو بيتم 35 بيتم 40 سنة عطاءه في الملعب عطاءه كبير جداً علي معلول أبرز لعيب تونسي جي لها في الدور المصري وأبرز لعيب تونسي احترف في الدور المصري وتاريخ كبير جداً مع الكرة المصرية ومع النادي الأهل علي معلول بقى خير وسفير للكرة التونسية في الدور المصري ومع النادي الأهل ولو بنتكلم عن تاريخ كبير لبعض اللعبين في مصر علي معلومنا الركاز الأساسي اللي أصبحت لها تاريخ كبير جداً في الدور المصري مش مجرد مباراة أو اتنية تتكلم عن سنتين تلاتة بيقدر بشكل كويس سواء في البطولة المحلية أو حتى في البطولة الإفريقية الدور الهائل كمان اللعبه جرالدو في الشوت الأوليني ممكن البعض يشوفي الشكل الهجومي لجرالدو النهاردة ما كانش على المستوى المقمول لكن في نفس الوقت انت عندك مدرب مدي مهام معينة لجرالدو يقدر 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 بيه هذا الشكل خلال الشوت الأول وقدر قدر الإمكان يساعد أحمد فتحي في هذه الجزئية مع الوضع في الاعتبار أنك لو عندك جرالدو في الليمين كان أجايش مال وجرالدو من اللعبه اللي بتحب تلعب أيضا كمان في الجابهة اليسرى فقدر الإمكان عرف تتوظف اللعيبة حسب الشكل اللي انت عايز توصله التغييرات قدرت تقفل الملعب وقدرت تقفل الشكل النهائي للمباراة في آخر 20 دقيقة والبعض يقول لك 3 تغييرات وانت لسه بقلك 20 دقيقة ولمباراة خارج ملعبك ما تسيب تغيير أو اتنين اتداخرهم كده لأخر 5 من 5 دقيقة عشان تضيع بهم وقت لا انت معاك مدرب بيلعب كورة مش فكرة تضيع وقت أو يموت اللعب الاهل بيلعب كورة ما بيموتش اللعب الاهل بيلعب كورة بره وجوه الاهل بيلعب كورة لأنه قدامه فرقة بتلعب كورة وفي النهاية اللي عايز يفوص بالبطولة لازم يلعب كورة خلال كل المباراة